وزي ما احنا متعودين بنبدأ دايما بمجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم لكن هنبدأ بالأخبار التي حدثت بالأمس اللي يمكن أبرزها جولة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الخارجية واجتماعه بكبار رموز اختصاد رؤساء كبرى الشركات في دولة أذربيجان وكمان الوكالة الأذرية أكدت أن زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأذربيجان بتعد فرصة لتعميق التعاون المشترك وفي أخبار تانية كتير بخصوص هذه الزيارة لتعرف عليها في سياق هذا التقرير أخبار وأحداث مهمة حصلت مبارح أبرزها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وصل إلى مدينة باكو عاصمة أذربيجان في زيارة رسمية في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين زيارة الرئيس لأذربيجان هتشهد عدد من اللقاءات المكثفة أهمها عقد مباحثات مع رئيس أذربيجان إلهام علييف لبحث أفاق تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين وأيضاً النظر في سبل التعاون والتنسيق بينهم على الصعيدين الدولي والإقليمي كمان مبارح اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر إقامته بالعاصمة باكو بكبار رموز لاقتصاد ورجال الأعمال ورؤساء كبرى الشركات في أذربيجان لبحث فرص الاستثمار في مصر ودعم التعاون التجاري والاقتصادي مبارح أيضاً استعرضت وكالة أنباء تريند الأذرية لارتباط التاريخي والثقافي الكبير بين أذربيجان ومصر وده بالتزامن مع وصول الرئيس للعاصمة الأذرية باكو في إطار الزيارة الرسمية وأوضحت الوكالة الأذرية في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني أن زيارة الرئيس السيسي بتمثل دفع قوية في التعاون الثنائي وفرصة لإطلاق العنان لإمكانات غير مستغلة لتعميق التعاون في مختلف المجالات مبارح نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير شمل إنفوغرافات صلت من خلالها الضوء على الحصاد الإسبوعي لمجلس الوزراء وده خلال الفترة من 21 والحد 27 يناير واللي تضمن الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها الدكتور مدبولي رئيس الوزراء بالإضافة للأنشطة اللي أم بها